البيراميدز ممكن مثلا يكون كإدارة كجهاز فني كلعيبة انه كل التركيز دلوقتي على كونفيدرالية سواء مجهود او تفكير او تركيز بحس ان انا في النهاية في الدوري يعني مش هياخد الدوري يعني بنسبة كبيرة منافسة صعبة جدا عند الدوري فيكون تركيزه انه اخد بطولة افريقية خاصة انه البيراميدز من وقت ما بدأ وهو بيحلم ببطولة طبعا فهل هو ده يكون الفرق في المستوى او في النتائج ما بين الكمفيدرالية او ما بين الدوري وارد جدا يكون فيه اتفاق ما بين الادارة او الجنهاز الفني واللعيبة بتحديد اولويات الطبيعي ان انت اولوياتك ان انت اخد كل البطولات مفيش حد بيبقى داخل عايز ينافس على الكل ويكسب وارد ده ده الكور بتاع الابيات كبيرة يعني الاهل هتلاقي نفس على كل حاجة الزمالك بينافس على كل حاجة ولما بيخسروا بطولة او اثنين بتلاقي الدنيا تقلبت ان ان انت ازاد بتفسر لكن في الاخر فريق كبير فريق جماهيري بيبقى ايز ياخد كل البطولات ده الطبيعي فعالية للنهار ده ممكن يكون الادارة متفقة معهم على اولويات معانا اولويات كونفيدرالية مثلا او كاس مصر بيعتبروا بيلعب طائنة كاس مصر قدام النادي الاهلي كمان كم شهر فممكن يكون ده اولوياته رغم ان برضه ده سيناريو مناسب جدا ان هو يضغط على الاهلي كان في الدوري ويكسب لان الاهلي هيرجع عنده مطشرة مؤجلة فوارد جدا الاهلي يتعصر من مطشرة من مطشرة دي ففجأة تلاقي نفسه متوصدر الدور لكن هو ما ما عملوش ده انت ما بتوصلش حسام الرسالة ان انت عايز تنافس انت بقيت يعني يعني من الفترات الاخيرة كده لما كان الزمالك لسه ما تعصرش قوي كده كنت لقي الجمهور الاهلي يقولك ايه انا بصص على الزمالك اني عارف ان فرماد ماتش او اثنين حيقع ماتش او اثنين حيقع انت ماتش مهم جدا انت وصلت للجماهير كلها الانطباع بتاع ان انا ماشي على سطر بس بسطر انا مش ااخد كل امور بجدية ان انت لو ماشي ياخد كل امور بجدية بنسبة كبيرة فيراملسك هتلاقيه دلوقتي ماشي قريب جدا من النادي الاهلي احنا متكلم دلوقتي كانوا كانوا نعمل ماتش بكامع على تلات مطشرة عادل ستة نقط والنهاردة خسارة تسعة نقط تسعة نقط ده يركبوك الدوري مرتاح تنتظر بقى النادي الاهلي يخلص موامنته الافريقية يجي يلعب وتشوف بقى الفريق جاي حالته الفنية والنفسية والبدانية عاملة ازاي وده الشكل اللي خلت زمانك ياخد دوري سنة الفيتو اللابل يطلع من دوري الابطال الاهلي يكمل لغاية النهائي الزمانك